مواجهة بوركينة محتاج يحسس الجمهور أنه قدر يحط بصمة على الأقل طبعا صعب جدا جدا خلينا نتفقينك أنت تقيم تجربة مدير فني من مباراة أو حتى 2 أو حتى 10 مطشات وأعتقد أنه الفكر أو الهدف اللي عايز يوصل له كابتن حسام مع منتخب مصر محتاج وقت كبير جدا لكن خلينا نقول أنه البداية كانت مباشرة وأنا يمكن حتى في حلقة الأربع هنا قبل المطش بيوم قلت وراهينت على فكرة أنه هل يغامر حسام حسن يعني كان سؤالي دايما حتى لتقرر على مدار الأسبوع مع كتير من الضيوف والمحللين أنه إحنا تعودنا نشوف استنبا واحدة شكل واحد فورمات واحدة لمنتخب مصر مع كل أو أغلب ألا هما كل الحقيقة كل المدير الفنين اللي مسكوا أو تولوا مسؤولية منتخب مصر في السنين اللي فاتت يعني من أيام هكتور كوبر مرورا بكابتن حسام مرورا بكارلوس كيروش مرورا بإيهاب جلال مرورا أو وصولا لروي فيتوريا ما تقدرش تقول أنه فيه اختلاف كبير جدا في شكل أو أداء منتخبنا الوطني كله بيعتمد تقريبا على نفس سرقة اللعب على نفس مفاتيح اللعب على نفس الأسماء سبت تقريبا شبه تام أو كامل في كل المراكز لكن اللي شوفناه في الشوط الأول مع كابتن حسام يقول أنه الراجل جاي بفكر جديد عنده رغبة في أنه يغير شكل وطريقة وشخصية المنتخب المصري وده أنا أعتبر وفي حد زيته نجاح نتفق نختلف بقى المنتخب بدأ المباراة إزاي وفنشها إزاي دي قصة تانية لكن في النهاية مبروك للمنتخب المصري اللي قدر يصنع الفرق عمدي كلام على المنتخب على تصفيات في المجموعة بالمناسبة تصفيات أفريقيا شاهدت مفاجآت من العارة التقيل شامحاتش يقدر يقول النهاردة أنه فيه منتخبات قوية ومنتخبات ضعيفة فيه منتخبات ضمن التتأهل لكاس العالم فيه مفاجآت كتيرة جدا حصلت في الجولة دي من تصفيات كاس العالم والنهاردة كمان فيه بعض المباراة أهتم على كل أحوال تعال نشوف كل تفاصيل أخبار فيه الأهلي نيوزروب أهم مكسف فيه مباراة المنتخب المصري مع بوركينا هو الانفراد بالصدار وإنك أنت صدرت الضغط كله للمنتخبات اللي ممكن نوعيا يعني أنا شايف أنه الحقيقة يعني ما فيش منتخب ممكن يطلق عليه لقب المنافس لمنتخب مصر لكن الحمد لله أعتقد أنه الفرق أصبح مريح إلى حد كبير حتى وإنت مسافر تلعب مع الأقرب لك على مستوى الترتيب تعالوا نشوف مجموعة مصر فيه تصفيات كاس العالم ونشوف ترتيب الفرق قبل مواجهة الثلاث القادم طبعا مصر وغينيا بيساو عندنا في صدارة الترتيب طبعا العلامة الكاملة ثلاث مطشات لعبهم من المنتخب المصري حق الفوز فيه الثلاث مطشات في رصيده تسع نقاط بيجي وراء منتخب غينيا بيساو اللي ركب بقى فيه المركز الثاني على بوركينا بوركينا كانت قبل الجولة بتاعة يوم الخميس كانت هيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط تراجعت للمركز الثالث بوركينا وتساوت مع سيريليون أصحاب مركز ثالث ورابع وبفوز غينيا بيساو وصلت لخمس نقاط في المرتبة التانية أو في المركز الثاني ثم عندي جيبوتي في المركز الخامس أثيوبيا في المركز الخامس برصيد نقطتين وجيبوتي في المركز السادس برصيد صف أو برصيد خالي من النقاط وبالتالي مواجهة مصر مع جينيا بسو مهمة جدا جدا لسببين سببين الأول أنها مواجهة خارج الأرض ودي المواجهات اللي هتحسم بدري بدري يعني نتيجة التذكرة تذكرة التأهل المونديان إن شاء الله وأتمنى كمان أنه يحافظ المنتخب المصري على الشكل وعلى الشخصية اللي أقدم بها يعني زي ما الأهلي كده النهاردة عود الملايين من جماهير وإنه الموبارات اللي بتتلعب خارج الأرض فرصة تلفوز بيها كبيرة جدا ما بقاش خلاص بنلعب على النقطة أو الخسارة بقال عدد من الأهداف بقال الأهلي ثقافته النهاردة بيلعب بره بيلعب جوه وبما إنه طبعا القوامل الأساسي للمنتخب من النادي الأهلي ومن اللاعبين كمان محترفين على المستوى علي تريزيجي طبعا كان نجبة من نجوم المباراة صلاح كان من رد في الملعب الحقيقة على كل الكلام اللي تقال قبل المطش الشيناوي حمد الله على السلام ألف مليون حمد الله على السلام يا بطن الشيناوي طبعا حارس مصر الأول وأفضل حارس في أفريقيا وده لا يقلل أبدا 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 من المستوى الرائع اللي ظهر عليه مصطفى شبير وتفرح أنه الاثنين الحراس اللي بيحتلوا رقم واحد وواحد مكرر النهاردة في مصر هم من حراس النادي الأهلي ظهر المنتخب بشكل كويس جدا تقلق أغلب لعبيه شوفنا شكل وروح ورغبة في الأداء وحماس وتركيز أكتر من رائع الحياة في شوط المباراة الأول يمكن يكون فيه إحساس بالتراجع في شوط التاني إحساسك أن المطش في جيبك إحساسك أنك أنت قادر تسجل في أي لحظة لكن ده ما يمنعش أنه طبعا حصلت هزة في الأداء وما كانش مرضي لكل الناس اللي تابعت يعني كنا نتمنى أنه يستمر الإقاع والمستوى اللي قدمه المنتخب شوط الأول كمان في الشوط التاني صحيح كمان بوركينة فائت ورجعت والأهم بالنسبة لي بقى أنه كابتن حسامي يحفظ على المستوى ده واعتقد عشان يقدر يعمل ده محتاج يخش في تجارب أقوى من مجموعة تصفيات كاس العالم محتاجين للعب مدارس مختلفة لأنه إذا كنت قدرت تفرض الرتم ده والإقاع ده والخطة دي والتركيبة دي والتوليفة دي على منتخب زي بوركينة محتاج تجربوا بقى مع منتخبات العارة التقيل وتشوف إحنا وقفين فين بجد لكن كل التوفيق لكابتن حسام إن شاء الله في مباراة التلات المقبل ترجمة نانسي قنقر